ولأن الاستقرار الاقتصادي ركيزته الأولى هو تصدير النفط وما يثار حوله من خلافات تتجه بغداد وأربيل لحلها في ضوء تفاهمات أمر الواقع طالب مراقبون ومواطنون من محافظة سليمانية تكثيف الحوارات بين المركز والإقليم من أجل تقليل أعباء قرار محكمة باريس بشأن تصدير النفط الإقليم مؤكدين على ضرورة اللجوء للحوار والدستور في حل حالة تلك المشكلات عباس محمد والتفاصيل بعد قرار محكمة باريس القاضي بإيقاف تصدير نفط الإقليم بدأت الوفود الكردية تتوجه صوب بغداد من جديد لإيجاد حل يرضي الطرفين في عملية تصدير النفط بينما طالبت وزارة النفط العراقية من وفد الإقليم بتسليم نفط الإقليم إلى شركة سوم الحكومية وضع العراق الآن لا يتحمل مزيد من الخلافات خصوصا ما بين أقليم كردستان وبغداد وبالتالي يجب على الطرفين تقديم تنازلات وأجلس حول طاولة واحدة وحل جميع الخلافات العالقة وبالأخص موضوع النفط هذا الموضوع لطال سنوات كثيرة الآن لا بد من اللجوء إلى الحوار وإنهاء هذا الملف تماما والبدء بمرحلة جديدة من العلاقات الطيبة بين المركز والإقليم طبعا الحوار والجلس على طاولة مستديرة ما بين الحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية هي الحل الوحيد لإنهاء المشاكل العالقة سواء المشاكل النفطية أو المشاكل الموازنة أو المشاكل المالية أو قضايا المناطق المتنازع عليها لا تحل بالتصعيد والمهاترات السياسية لا تحل إلا بالحوار والإدعان إلى لغة المنطق واللغة الحوار والالتزام بالدستور والقانون الشارع الكردي طالب بالجلوس على طاولة الحوار بين الطرفين وتشكيل اللجان المشتركة للإشراف على بيع نفط الإقليم بصورة مباشرة من قبل بغداد وأربيل إقرار قانون النفط والغاز مهم جدا بالنسبة إلى حكومة إقليم كردستان وإلى الحكومة الاتحادية على اعتبار الارتكاز على الدستور هو الأساس في حل الخلافات بين بغداد وبين إقليم كردستان اليوم الخلافات طالت كثيرا بالنسبة إلى ملف النفط بين الجانبين والمفاوضات تطول في كل عملية إقرار موازنة ندخل بجملة من المفاوضات بين الجانبين الجانب أربيل وبالجانب الحكومة الاتحادية حول ملف النفط اليوم يجب أن يقر قانون النفط والغاز من أجل إنهاء الخلافات بين الطرفين أولا وثانيا فائدة الجميع يعني فائدة حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من خلال بيع نفط الإقليم عن طريق الدستور وعن طريق إقرار قانون النفط والغاز إيقاف تصدير نفط الإقليم إلى ميناء جهن التركي في الحقيقة هو قرار قانوني بحث وواضح جدا ولكن سوف يضر بشعب كردستان وبإقليم كردستان نتمنى من الوفود المرسلة من قبل أربيل إلى بغداد الجلوس والتفاهم على طاولة الحوار بهدف خدمة الوطن والمواطن وإعادة تصدير نفط الإقليم مرة أخرى وبرقابة حكومية من إقليم كردستان وكذلك من الحكومة الاتحادية بهدف تقديم الخدمات للمواطن من خلال الواردات الإقليم المرسلة إلى تركيا إيقاف تصدير نفط الإقليم بقرار دولي والمباحثات تجري على قدم وساق في بغداد بينما يتخوف الشارع الكردي من عودة الأزمة المالية من جديد عباس محمد قناة صلاح الدين الفضائية